عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات وكذا مدبولي أهمية تطقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى حصول المهاجرين واللاجئين وطالب اللجوء لمصر على الخدمات في قطاعي التعليم والصحة بالمساوات مع المصريين وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها هداني القطاعاني